في شهر تموز من عام 2018 سيطرت ميليشيا أسد على محافظة درعا بدعم روسي مفتوح ليقوم النظام بعدها بإجراء مصالحات مع من أراد البقاء في المنطقة بضمانة روسية ما كانت إلا حبرا على ورق وخديعة ومكرا من أجل السيطرة بأقل الخسائر منذ ذلك التاريخ تعيش درعا على صفيح ساخن مترافق بتوتر أمني مصحوب باعتقالات واغتيالات واشتباكات في حين تهدد ميليشيا أسد بين الفينة والأخرى وبدعم إيراني باجتياح بلدات ومناطق آخرها كان في طفاس مدينة طفاس قوات النظام تستهدف السهولة الجنوبية من مدينة طفاس إحدى المجموعات المحلية في المدينة تصدت لميليشيا أسد التي حاولت اقتحام المنطقة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة قرب الطريق العام في طفاس كما قصفت ميليشيا أسد المدينة بقذائف الدبابات والمدفعية ما أسفر عن حركة نزوح كبيرة للأهالي نتيجة اقتراب الاشتباكات من الأحياء السكنية خمسة سبعة الفين وثلاث عشرين مدينة طفاس اشتباكات عنيفة هذه الأحداث سبقها قبل أيام قصف مكثف على المدينة تمهيدا لاقتحامها ما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وتزامن مع إرسال ميليشيا أسد تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة ما يعني إصرار النظام والميليشيات الإيرانية على اقتحام المدينة وتفتيش منازلها بزعم وجود عناصر تابعين لداعش ينفذون عمليات اغتيال لكن الحقيقة الجالية هي أن ميليشيا أسد تريد إطفاء رمزية المدينة المعروفة بثوريتها وجر أبنائها لتسليم أسلحتهم والانضمام إلى ميليشيا أسد وزجهم على جبهات القتال أو في السجون وهو شيء ليس جديدا وموثق لدى العديد من المنظمات الحقوقية أما الشق الثاني هو تزامن الحملة مع موسم الحصاد والميليشيا تريد نهب محاصير الأهالي